يعني كلنا نتابع تحركات السيد الرئيس منذ فترة طويلة حتى قبل القمة اللي كانت موجودة في السعودية قمة جدة ولكن أيضا مشاركة السيد الرئيس يمكن بعد القمة مباشرة توجه السيد الرئيس إلى ألمانيا بعدها إلى سربيا فأعتقد أنه لابد أن نتعرف على قراءة تحليلية لأبعاد مشاركة السيد الرئيس في هذه الزيارات المختلفة الموجودة سواء في أوروبا بشكل عام والسؤال اللي دايما الناس بتطرحه هل هذه الزيارات يعني ممكن تقدم لمصر مزيد من الاستثمارات مزيد من معرفة ما تقدمه مصر مزيد من وضع مصر الحالي على الأرض من مشاركات وضعها الموجودة أيضا اقتصاديا الرئيس كمان في الحوار اللي كان موجود في بيتسبرج للمناخ الجهود الكبيرة لتعزيز التعاون مع أوروبا ودور مصر المحوري في مواجهة القضايا العالمية بشكل كبير ده حيث خلينا نضع كل هذه المحاور أمام ضيفي الآن الكاتب الصحفي أكرم الأصاص رئيس تحرير جريدة اليوم السابع مساء الخير يا فنط مساء نمور منورني واليوم الحقيقة عندي عدد من المحاور نحب أن احنا نطمن ونعرف يعني ونحلل كده مع بعض هذه الأوضاع أولا سيد الرئيس يعني خلينا نبدأ من زيارة ألمانيا وهذه القمة الناجحة سواء من كلمة السيد الرئيس والمشاركة وأيضا بانتهاء حتى بالمؤتمر الصحفي اللي كان موجود فيه سيد الرئيس مع المستشار الألماني طبعا يعني أولا العلاقات المصرية الألمانية على مدى السبع سنوات المارت أو الثمان سنوات يعني تضمنت الكثير من التفاصيل وهي علاقة يعني تتورت بشكل كبير وهي علاقة تقوم على الاقتصاد الشراكة التعاون السياسي لاقتصاد التجاري الأمني على كافة الأسعاد والحقيقة الزيارة بتيجي في وقت مهم جدا العالم بيواجه أزمة كبيرة حرب في أوكرانيا أزمة التغير المناخي أصبحت واضحة جدا ومؤثرة بشكل كبير لسه يدب يتعافى من كوفيد بالإضافة إلى زي ما احنا أشارنا العلاقات السنائية العلاقات السنائية الحقيقة العلاقات المصرية الألمانية نموذج للعلاقات المصرية الأوروبية بشكل عام ألمانيا دولة رئيسية جدا في أوروبا يعني زعامت الاتحاد الأوروبي بين ألمانيا وفرنسا دولة مهمة الحقيقة أنه يعني حننتقل بس من الزيارة دي لفكرة تحركات مصر في سياستها الخارجية الحقيقة الرئيس عبدالله السيسي منذ 2014 الحقيقة أعاد سياغة السياسة الخارجية المصرية بالشكل اللي بيقوم على مجموعة مبادئ وشعارات سابتة والحقيقة بتثبت بتقوي فكرة الثقة في السياسة المصرية فكرة الشراقة فكرة التعاون فكرة الدفع للحلول السياسية فكرة فتح الأبواب دائما للحوار والتفاوت والنقاش كمان الاتجاه إلى الدول الفاعلة في العالم والمؤسسات الدولية بخطاب واضح ومحدد ولدي دائما اقتراحات مش بس بيبقى رد فعل هو خطاب يقوم على الفعل فالسياسة الخارجية المصرية أعتقد على مدى السنوات اللي فاتت تمان سنوات بنت ثقة دولية بناء على تصرفات حقية الأمن وفكرة الشرف الخصومة الخلاف الاتفاق كل شيء الحلول السياسية